السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم قد نقدم لكم وحد درس جديد ورائع رائع جدا سميتوا الدرس المشوك يعني في الصورة قد نتلاحظوا بأنه تيجي بحل الشوكات فهذا الشيء عشان سميتوا بهذا الاسم هذا فهنا الطريقة دي العمل دياله قد نخدمه بالدرس الدرس ديال الواحد ولي بغات يعني هاد الدرس ديال الواحد بالتفصيل دياله فترجع صندوق الوصف فتلقى رابط فيه الفيديو ديال الدرس ديال الواحد خدمت فيه هاد الدرس هذا على التوب والآن المهم لما شافت هادك الفيديو تشوف غير هاد الفيديو فالآن احنا غد نخدمه الدرس على التوب دائمة ندخل يعني الابرة بهالطريقة في هاد المنطقة هادي وتلوي الخيط ثلاثة تلويات انا هنا استعملت الخيط على ربعة شعرات باش يجي هاد درس واقف وهنا كله وحده يعني اللي بغات تخدم بثلاثة شعرات تخدم بهم ماشي اشكال فغاد نكمل يعني غاد نبقوا غادين بهاد الدرس ديال الواحد حتى نوصلوا يعني لنهاية دائمة تلوي ثلاثة تلويات وتنطلع الابرة من وسط ديال الدرس وغاد نزير بالخدمة دائما حاولوا انكم تزيروا الخدمة مزيان هادي اهم حاجة في الدرس باش يجي يعني مشوك كيف ما احنا قلنا يعني مشوك فتيجي بهاد الطريقة انه خدسوا يكون صلب يعني يكون قاسح فديما ترجع لهاد المكان هادا وتندخل الابرة بهاد الطريقة وتلوي الخيط ثلاثة تلويات وغاد نجر الخيط بطبيعة الحال ودائمة ندفع بالاصبوع ديالي باش نهبطه كل لويات التحت وترجع نوضع هاد الغرزة هادي وغاد نضرب الان في التوب فهاد الغريزة هادي غاد جي في التوب وغاد نكمل الخدمة بنفس الطريقة الان هنا قرب بالخيط يعني يتقادأ فانحيدوه المهم الان احنا كملنا وغاد نرجع نوضع يعني هنا نكمل الخدمة فقد ندخل الخيط فهد المكان هادا وهنا نخديثه لون آخر اللي بغاد تخدم بجوهم تخدم بلون واحد واللي بغاد تخدم بتلاتا الوان ممكن كذلك انها تخدم بيهم حس scientific 360 Shout-O5 يكونوا متناسقين مع بعضياتهم باش يعطونا واحد شكل رائع اهم حاجة في هاد الخدمة هي التناسق دي الالوان انا صراحة هنا ما اخديتش الالوان يعني غر اخديتهم غر بشكل عشوائي والخيط مبروم على 4 شعرات يعني كيفما اخدمنا بالخيط في الدرس الاول على 3 اعلى 4 فكذلك في هاد دورة هادي غدا نخدمو على 4 شعرات دائما ترجعو تنجر هنا يا الخيط وغادي نجيل هاد المكان هادا يعني ما بين هاد درسة وهاد درسة فهاد المنطقة هادي فغادي ندخل يعني الابرة وغادي نجر الخيط بها الطريقة ولاحظوا معايا دي ما هاد هادك الدرسة اللي عندي في الاول تندفعها واحد شوية بسبعي باش يبال لي فين غادي ندخل الخيط ويعني ما تبرزتنيش وهنا حاولوا انكم يعني تزيروا الخدمة مزيان باش تجيكم درسة على درسة يعني ما تجيش وحدة بعيدة على وحدة فاخصهم يجيوا مزيرين على بعضياتهم وغادي نرجع دي من هاد هاد هنق في هاد المنطقة هادي غادي نخدم فيها وغادي نحاول ان هاد درسة اللي حداها يعني نرجعها واحد شوية بالاصبوع ديالي بحالة تنهبط لي هادك الراس دياله لانها سراحة غادة تبرزتكم المهم غير هبطوا لها الراس دياله واحد شوية ورجعوا الخدمة الوراء ولويوا ثلاثة اللويات وخدموه بشكل عادي جدا واللي بغا تخدم يعني بثلاثة شعرات فممكن تلوي الخيط على اربعة يعني تلوي الخيط على اربعة المرات فهنا رجعنا يعني الخيط بهذا الشكل هادا باش يعني تكون عدنا هاد دريسة ودائما تنجي الهاد النقطة اللي حداها هي اللي غاد نخدم عليها بهذا الشكل ولاحظوا انني تنزير هناي الخيط باش تجيني المسافة يعني قريبة ويجيوا بوحد شكل يكون متناسق وغاد نرجع لهذا المكان هادا هو اللي غاد ندخل فيه الابرة ولوي ثلاثة اللويات وغاد نرجع نكمل الخدمة بهذا الشكل هادا عادي جدا تنقو دائما تنضربو الخيط يعني ما بين هاد دريسة وما بين هاد دريسة فلاحظوا معايا غادي نجيل هاد مكان هادا يعني هنا فن غادي نخدمو وهنا تكي وغير هاد اللي قبل لاحظوا معايا انني هنا تنهبطها بصبعي باش يعني غرى القافي نخدم فغادي نكملو بنفس الطريقة كما قلت لكم الافضل انكم تستعملو يعني جوجة الالوان او ثلاثة الالوان ماشي اشكال يعني كله وحده تخدم الطريقة اللي عجباتها فهنا نكملت بهذا اللون وغادي نرجع نخدم بنفس اللون اللي خدمت بيه في الاول يعني بهذا اللون هادا فغادي نرجع لهذا المكان هادا بالضبط ولاحظوا معايا ديك الدرسة اللي في الجنب خليناها هادك خليوها لان من بعد حتى هي غادي نحتاجوا لها وغادي نرجع يعني نضرب هاد البلاسة هادى هنا فين غادي نركب الخيط وغادي نجي دائما لاحظوا معايا تنجيل هاد المكان يعني هاد النقطة هادى بالضبط وغادي ندخل الابرة ونجر الخيط وديما كما قلت لكم زيروا الخيط يعني الخيط خاسو يكون غادي مزير لاحظوا معايا جيدا فتنتكي هادك الدرسة اللي عندي باللو الأبيض وغادي باش يبال لي هنا فين غادي نخدم وفي نفس الوقت نزير الخدمة فهاد الخدمة هادى يعني صراحة انك تجي رائعة رائعة جدا خصوصا في القفاطن ديال العرايسات فأكيد غادي تجي رائعة خصوصا بهاد الالوان يعني كنعرفوا ان اغلبية العرايس تيبغوا استعملوا يعني هاد الالوان ديال البيج والابيض فهاد الالوان كتبالي انا متناسقة مع بعضا هي توا كذلك مناسبة يعني الواحد يبدل شوية فهاد الخدمة هادى مبدلة ومختلفة يعني فقد ارجع لهاد النقطة هادى دائما ترجع لهاد المكان هادى وتندخل ابراون جر الخيط باش تعطيني هاد الغرزة هادى واهم حاجة فهاد الخدمة انها سهلة يعني احنا كاملين تنقلبوا على الخدمة السهلة صراحة يعني ما تنبغوش خدمة لي تتكون صعيبة ولي تتكون كتشد ليذ فهاد الخدمة هادى ما تتشد شليذ يعني غير الدرس تنقلوا غادي نخدامين بيه فالدرس بطبيعة الحال يعني هو اول حاجة خاصة تعلم ليه اي مبتدئة تتبدأ بالدرس يعني تنتعلموا الدرس هو الاول هاد درس هادى ديال الواحد ومن بعد تمدوا يعني نطوروا الخدمة شوية بشوية حتى كنتعلموا بزاف الانواع فهاد الخدمة هادى فتعجباتني انا انها بسيطة وسهلة فنفس الوقت وبالزربة كتطلع يعني دغية غادي نخدموها ونطلعوها وممكن تخدموها بعدة طرق يعني ماشي ضروري بهالطريقة مهم انا غادي نكمل نكمل هاد سطر هادى فاحنا كملناه اهم حاجة الملاحظة المهمة اللي بغا تزيد يعني تزيد تكبر انا هنا وضعت ثلاثة سطورة فاللي بغا تزيد تكبر يعني توضع مثلا ربعة خمسة حتى الستغ ماشي اشكال يعني كيلي تبغي الدرس يكون كبير فتخدم به هنا انا الآن غادي نستعمل هادى اللون الابيض يعني باش يجين الخدمة بخالفة فخليت هادوك جوج درسات وجيت هادى البلاسة هادى يعني هنا غادي نبدو نخليوا بالجوج لان الخدمة غدا تبدو تختالف هنا ولاحظوا معايد كالدرسة اللي في الجنب را خليناها مخدمناهاش من بعد غادي نحتاجو ليها فهنا كونت واحد نصف دائرة ولات عندي واحد نصف دائرة ضروري هنا تحاولوا انكم تجروا الخيط وهاد الخيط هادى اللي غادي ندير دابة خاسو يكون في نفس الحجم يعني نفس الحجم حاولوا تحافظوا عن نفس الحجم لاحظوا معايد مزيان هنا غادي رجعنا عبر فالقيتو كبير فغادي نخدم يعني المهم خاسوما يكونوا فنفس القياس بش ما تجيكمش يعني بش هاد نصف دائرة تجيكم متناسقة وهنا غاد نخدم انا بجوج ديال الطرق هاد نصف دائرة اللولة ماشي هي النصف دائرة التانية اللي غاد نخدم يعني هنا انا غير تلوي الخير لاحظوا معي جيدا غير تلوي وتنطلعوا الابرة يعني هاد سهلة بزاف وبسيطة بزاف كما قلت لكم اهم حاجة في هاد درس انه سهل وبسيط ورائع في نفس الوقت فهاد نصف دائرة اللولة غاد نخدمها بهالطريقة ونصف دائرة التانية غاد نخدمها بطريقة اخرى واللي بغا تخدم يعني بنفس الحال يعني كيف ما انا خدمت يعني تخدم كله نصف دائرة بطريقة مزيان اللي بغا تخدم يعني نصف دوائر كاملين بهالطريقة مزيان يعني كله وحده تشوف الحاجة اللي عجباتها والحاجة اللي مناسبة لها واللي سهلة بالنسبة لها هي اللي تخدم المهم احنا هنا غاد نبقى وغاد نخدامين حتى نعمره هاد نصف دائرة جيدا يعني نبقى وغاد نخدامين حتى تتبالينا باللي عمرات يعني ما بقى نش عدنا يعني في نزيده فغاد نكمل دائما حتى يبالي هاد المكان باللي سافره عمر لاحظوا معي مزيان هنا فين غاد ندخل الخيط غاد نخلي هاد البلاسة هادي هنخلي هاد المكان هاد وغاد نجيل هنق يعني غاد تبقى عندي هاد درسة الوسط غاد تبقى عندي الفارق ما بين اللولة والتانية وحاولو هنا تزيروا الخيط مزيان بش تتبت هاد نصف دائرة لان هنا خاصنا نتبتوها مزيان وفي نفس الوقت غنخلي هاد جوج درسات اللي عندي هنا فغاد نخلي هاد درسة هادي وهادي وغاد نجيل هاد النقطة اللي حداها يعني هنا أنا خليت جوج ديال الدرسات بنت ليه يعني جوج مناسبة فخليت جوج هنا اللي بغاد تخدم بالخيط مبروم على ثلاثة تشعرات تخدم بيه واللي بغاد تخدم بالخيط مبروم على ربعة تشعرات تخدم بيه يعني كل واحدة تخدم بالخيط اللي عجبها اللي مهم هو دك الدرس اللي اللي خدمناه يخدموه بالخيط على ربعة يعني بنت ليه يعني ربعة باش يجي قاسح يعني بنت ليه مناسبة ربعة اما هنا ممكن تخدموه بالخيط على ثلاثة او ربعة كذلك غا حدو معي هاد طريقة تانية هي مختلفة على الطريقة اللولة تلوي الخيط في هاد الاتجاه وتنطلع الابرة ومن اللي غاد تكون عندي هاد الحلقة هادي غا رجع الابرة اسفل هاد الخيط اسفل ديل هاد الخيط وتنطلع الابرة دائما تلوي الخيط في هاد الاتجاه وتنطلع الابرة من اللي غاد تعطيني هاد الحلقة هادي فغا رجع الخيط اسفل يعني تبين صراحة بحر رقم ديل ستة رقم ستة فأجيوا لهذاك الراس دي الرقم 6 وطلعوا الإبرة فلاحظوا معاي جيدا هنا غتباليكم بشكل أوضح فدائما تنجيل هد المكان هذا والتي نطلع منه الإبرة هنا أنا علاش بغيت نعطيكم جوج ديال الطرق باش نخلي لكم انتمق حرية الاختيار يعني اللي بغيت تخدم بالطريقة اللولة تخدم بيها اللي بغيت تخدم بالطريقة الثانية تخدم بيها واللي بغيت كذلك أن تخدم بيهم بجوج فتخدم بيهم بجوج أنا هنا غادي نبقى ندير كل نصف دائرة غادي نخدمها بطريقة يعني غادي نبقى غادة وخدامة بحلاكة يعني مرة نخدم بهاديك اللولة مرة تانية مرة اللولة مرة تانية حتى نكملوك كنتمنى أن يعني تكونوا فهمتوني الفكرة اللي بغيت نوصل لكم فصراحة يعني المهم هو الشرح خاصوا دائما نكون واضح كنتمنى أن الشرح ديالي ينال إعجاب ديالكم فغادي نكملو هنا هاد الخدمة هادي حتى نوصلوا لأخر صراحة هم بجوج زوينين يعني 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 عجبوني بجوج قلت علاش يعني منخدموش بيهم بجوج في أغلبية الدرس تنخدموه يعني بشكل واحد تنبقاو غادي إما ذك نصف دائرة اللولة أو هاد نصف دائرة تانية فعلاش يعني منخدموش بيهم بجوج في مرة وحدة يعني نخدموه بيهم بجوج في مرة مهم غادي نكملو الخدمة ديالنا بشكل عادي جدا وهنا را كين بزادي الطرق لإضافات نقدر نوضع عليكم فيديو آخر في نفس هاد الخدمة ولكن نزيدو عليها إضافات ونخدموها بشي طريق أخرى فاغد نخلي هاد درسه وغادي نجيل هاد المكان هادا هو لي غادي نخدم فيه هاد الدرسه اللي عندي صحدمي ههنا يجي دان فهاد نصف دائرة التالته كيفاش غادينخدموه فاغد نخلي اللولة والثانية خونجيل هاد الفراغ هاده هنه سنخليو غير جوج يعني ما بغيتش هاد نصف دائرة تجي كبيرة بزافي يعني ممكن تخليوا ثلاثة الدرسات إلا بغيتوا تخليوهم ولكن غتجيكم كبيرة يعني غتجي سراحة كبيرة بزيف فالآن أنا غدي نخدم لكم بهالطريقة ومن بعد إن شاء الله غنوضع لكم فيديو آخر فيه نفس يعني هالدرس نيتلمشوك ولكن غدي الفوق عوض فش نديرو هاد نص الدوائر غنديرو يعني حاجة أخرى غير كتغيير وشوفو يعني كل وحدة تختار الخدمة اللي عجباتها فغدي نحاول إن شاء الله نوضعو لكم في أقرب وقت فالآن أنا غدي نخدم بنفس الطريقة اللي خدمت بيها النصف دائرة الأولى لاحظوا معي كما قلت لكم يعني أنا خدمت نصف دائرة الأولى بهالطريقة وأما الثانية خدمنا بطريقة الأخرى فهي اللي غنخدموها في النصف دائرة الرابعة أنا دائما يعني أنا غنعطي حرية الاختيار في الخدمة لأنه أساسا هاد الخدمة يعني راندة كاملة كتبقى غير أدواق كل واحد وكيفاش سيبغي يخدم فما كينش وحد القاعدة ولا وحد القانون اللي احنا ديما خاصنا نخدمو بي يعني كل مرة خاصنا نزيدو نديرو تجديد نديرو حوي جداد فهذا اللولة هي الثالثة والثانية هي الرابعة فكل واحدة كيفاش خدم منها هاد الدرسة اللي كما قلت لكم في اللول غادي نحتاجوا لها فالآن احنا غاحتاجين عليها فاخديت الآن ادلول الأصفر أنا هنا استعملت الخيط على الرابعة ولكن من الأفضل استعمل الخيط غير على ثلاثة أنا صراحة غير العقز باش نبرم الخيط على ثلاثة لقيت هاد على الرابعة وانا نخدم به فالآن أنا لأنني استعملت هاد الخيط على ربعة شعرات فغادي نلوي الخيط غير على جوج تلويات لأنه هاد الخيط على ربعة تيجي غليض وفي هاد الدرس الفوقاني اللي تيجي من الفوق فخسو يكون رقيق فخسوش يكون غليض هاد شي علاش أنا غا نلوي الخيط غير على جوج تلمرات إلا استعملت الخيط مبروم على ثلاثة شعرات فلويوه على ثلاثة تلويات لاحظوا معايا أنا تلوي غير على جوج يعني تلوي جوج تلويات وتنطلع الإبرة لأن كما قلت لكم الخيط هو تيجي ساميك يعني الحجم دياله ساميك فما الأفضل لأنه هاد الدرس هاد تيجي هو الفوقاني وخس الخيط يكون بروم غير على ثلاثة بش يجي يعني تيجي أنا يا قوصافي أنا صراحة يعجبني على ثلاثة غير كما قلت لكم صراحة العقز تيخليك تدير في حوائز المهم ما لقينا هاد على ربعة فغادي نعديه به لأنني هاد غير توب عادي بغايت نخدم لكم في هاد الخدمة يعني لو كانت جي لابك انت غادين داروري غادين برملي الخيط على ثلاثة ساعات فلاحظوا معي جيدا كيفاش غادينلاقي وما بين هاد درس هاد والدرس اللي جاي يعني ما بين هاد نصف دائرة ونصف دائرة التانية فالان غادينجي لاحظوا معي جيدا غنجي لها الدرسة هادي هادك الدرسة اللي خليناها في الوسط يعني من اللي خدمنا هاد نصف دائرة واللولا والتانية خلينا واحد درسة الوسط فهادك يلي ترجع أنا ندخل فيها يعني الخيط باش نختم هاد اللولا ونبدأ واحد اخرى جديدة خسنا يعني نختموه وفي نفس الوقت سعطينا واحد ديكور يعني واحد ديكور رائع فهنانا غادي نبدأ غادي نبدأ يعني دابة هنا سالين اللولا وغادي نبدأ التانية فغادي نكملو دائما تلو الخيط غير على جورة اللويات كما قلت لكم حيث مستعمل الخيط على 4 شعرات فانتوما شوفوا الحاجة اللي بانت لكم مناسبة هي اللي يديروها والان انا غادي نكمل هاد الدرس ديالي كامل ونشوفوا مع بعضياتنا يعني الشكل النهائي نكملو بعدها هاد الخدمة هادين بقاو غادي معا غير شوية حتى نكملوها يعني دقة دقة فديما غادي نبقاو غادي خدامين ومتنسوش اللي كتشوف القناة لأول مرة وعجباتها الخدمة فتشترك في القناة ومتنسوش اهم حاجة اللي بغات الفيديوهات يعني وقت ما اللي احنا هم يوصلوها فتفعل يعني زر الجرس هاداك الجرس اللي تكونت صغير حتى الاشتراك فهاداك خسكم تضغطوا عليه يعني هو اللي تخلي يعني اي حاجة اللي احنا هاد غاية كتوصل مهم اه ليعجبها الفيديوهات ما تنساش الضغط على زر الاعجاب وشكرا على المتابعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة